هاريسون الرئيس الأمريكي الذي انتخب سنة 1840 رئيساً للولايات المتحدة توفي سنة 1841 بمرضي ذات الرئة منذ ذلك التأريخ ما يسمى بين دارسي الواقع الأمريكي هناك من يدرس الواقع في جزئياته العميقة هناك من يدرسون الواقع الإنساني بهذه الطريقة أنا لا أتحدث عن الدجالين والفوالين أتحدث عن الذين يدرسون الأشياء بعمق وتلك الدراسات قادتهم إلى علم المستقبليات إلى علم حساس وضروري جداً في واقعنا المعاصر ربما كثيرون منكم لم يسمعوا به منذ ذلك التأريخ منذ وفاتي هاريسون الذي انتخب سنة 1840 وتوفي سنة 1841 بذات الرئة توفي مريضاً بهذا المرض منذ ذلك التأريخ وعبر السنين بعد كل عشرين سنة حينما ينتخب رئيس أمريكي إما أن يقتل وإما أن يموت في فترة رئاسته أنا جئتكم بهذا المثال لأن المثال هذا يمكنكم أن تتأكدوا من في كتب التأريخ بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تتأكدوا من دقة هذه المعلومات أنا ما جئتكم بشيء غيبي وتعمدت أن آتي بهذا المثال لأن المثال قد رصد ودرس تأريخياً في الولايات المتحدة الأمريكية هاريسون سنة ألف وثمانمية وأربعين انتخب توفي سنة ألف وثمانمية وواحد واربعين بذات الرئة بعده بعشرين سنة كل أربع سنوات هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بعده بعشرين سنة متى انتخب؟ ألف وثمانمية وأربعين إبراهام لينكولين متى انتخب؟ سنة ألف وثمانمية أو ستي الذي يعرف عنه من أنه محرر العبيد إبراهام لينكولين انتخب سنة ألف وثمانمية وستين في دورته الثانية انتخب مرة ثانية اغتيل قتل سنة ألف وثمانمية وخمسة وستين اغتيل قتلا إبراهام لينكولين بعده بعشرين سنة متى قلنا هاريسون انتخب ألف وثمانمية وأربعين توفي بذات الرئى ألف وثمانمية وواحد واربعين بعده بعشرين سنة ألف وثمانمية وستين جاء لينكولين قتل سنة ألف وثمانمية وخمسة وستين تم اغتيله بعده بعشرين سنة سنة ألف وثمانمية وثمانين جاء الرئيس الأمريكي كارفيلد اغتيل سنة ألف وثمانمية وواحد وثمانين بعد سنة من رئاسته لينكولين بعد خمس سنوات من رئاسته في الدورة الثانية بعد ألف وثمانمية وثمانين بعد عشرين سنة ألف وتسعمية جاء الرئيس الأمريكي ماكينلي قتل سنة ألف وتسعمية وواحد بعد سنة من انتخابه اغتيل بعده بعشرين سنة سنة ألف وتسعمية وعشرين جاء الرئيس الأمريكي هاردينك توفي في رئاسته سنة ألف وتسعمية وثلاثة وعشرين بعده بعشرين سنة سنة ألف وتسعمية واربعين روسفيلت انتخب لمرة أخرى توفي سنة ألف وتسعمية واربعة واربعين جون كندي انتخب متى؟ ألف وتسعمية وستين بعد روسفيلت بعشرين سنة ألف وتسعمية واربعين روسفيلت ألف وتسعمية وستين جون كندي اغتيل سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين هذه عملية رست ألف وثمانمية واربعين هاريسون توفي بعده بعشرين سنة لون كولين ألف وثمانمية وستين اغتيل بعده كارفيلت ألف وثمانمية وثمانين اغتيل بعده ماكنلي سنة ألف وتسعمية اغتيل بعده هاردينغ ألف وتسعمية وعشرين توفي بعده روسفيلت ألف وتسعمية واربعين توفي هذه السنوات التي أقرأها سنوات الانتخاب بعده جون كندي ألف وتسعمية وستين اغتيل سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين ألف وتسعمية وستين بعدها بعشرين سنة ألف وتسعمية وثمانين رولاند ريغا تعرض لمحاولة اغتيال لكنه لم يقتل في الدورة الأولى تعرض لمحاولة اغتيال من هنا يقولون الآن في برامج التنبؤات عن جو بايدن من أنه سيقتل بسبب عملية الرصد هذه لأنه متى انتخب انتخب سنة ألفين وعشرين جورج بوش الابن انتخب سنة ألفين لم يقتل ربما كان قديسا أتباعه يقدسونه إنه من أصحاب الولادة الثانية يعتبرونه من الأولياء في الأجواء المسيحية الإنجيلية يعتبرون جورج بوش الابن لا شأن لنا به لكن السلسلة كسرت بريغان تعرض لاغتيال ولكنه لم يمت جو بايدن جاء بعد جورج بوش بعشرين سنة انتخب الفين وعشرين من هنا يقولون عن من أنه سيقتل من أنه سيموت من أن نائبته هي التي ستكمل الفترة الرئاسية السبب هو هذا ربما كثيرون لا يعرفون السبب يقولون الكلام في البرامج وهم لا يعرفون السبب السبب هو هذا بسبب عملية الرصد لهذه الأحداث فيأتي راصد يرصد هذا التسلسل يحوله إلى معادلة جفرية ويمكنه أن ينظم قاعدة للتكسير ويمكنها أن تنطبق على حالات أخرى لكننا لا نملك يقينا بأن النتائج ستكون دقيقة وصحيحة هذا علم يرتبط بالأسرار الكونية مثلما نظامه لا بد أن يأتينا منهم صلوات الله عليهم لا بد لقواعد التكسير أيضا لا بد لقواعد الاستخراج للبرمجيات هذا جهاز كمبيوتر يحتاج إلى برنامج أين هو البرنامج نحن الآن نملك الجهاز لكننا لا نملك البرنامج الذين يشتغلون في هذا الحقل يمتلكون برامج مضروبة مزورة ما هي بالبرامج العصلية ومع ذلك فإنني أقول لكم الحق كل الحق والمعرفة كل المعرفة والأسرار كل الأسرار ليس في هذه الجداول في قرآنهم بشرط المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم بشرط المفهمة بقواعد تفهيمهم وهذا هو الذي عثرت عليه الكنوز التي عثرت عليها ما عثرت عليها هنا مع معرفتي بما هنا الكنوز التي عثرت عليها عثرت عليها في اتباعي لحديث الثقلين لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال ما إن تمسكتم بهما معا ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا الكنوز كل الكنوز وجدتها حين حاولت أن أكون وفيا ببيعة الغدير حيث اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط من علي فقط حاولت طيلة عمري لا أعتقد أنني قد نجحت في كل المحاولات لكنني حاولت طيلة عمري أن أأخذ التفسير من علي فقط وحاولت طيلة عمري بعد أن تلمست طريق النور في وصحتي ذلك الظلام الدامس ظلام المرجئة والبترية والمقصرة حاولت أن أفهم حديثهم بقواعد تفهيمهم بقدر ما أستطيع قطعا محاولة ناقصة فأنا بشر ناقص إنسان محدود ماذا سينتج عن بشر ناقص عن إنسان محدود قطعا النتائج ستكون ناقصة قطعا النتائج ستكون محدودة ناقصة